بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمته وبركاته أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام عبر شاشتكم شاشة تلفزيون قطر وهنا في المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارة ومع جائزة كتارة لتلاوة القرآن الكريم في موسمها الأول اسمحوا الابتداء أن أرحب بأعضاء لجنة التحكيم أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام ما أجمل التحليق مع أسمى كلامه وكلام ربنا سبحانه وتعالى دعونا نعيش هذه الدقائق مع هذه التلاوات العطرة وأول تلاوة معنا في هذه الحلقة من التشاد عبد الرحيم عمر الحاج محمد أهلا ومرحبا بك حياك الله استضر موفق إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائرا في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرنا تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلىها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محذورا صدق الله العظيم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا من عطاء ربه من عطاء ربنا سبحانه وتعالى ولذلك هو القادر عليه شكرا لك القارئ عبد الرحيم إن سمحت لنأخذ رأي لجنة التحكيم الشيخ محمود العكاوي بسم الله الرحمن الرحيم السيد عبد الرحيم محمد منتشاد أنصحك نصيحة والنصيحة هي تتعلق بحسن الأداء للقرآن الكريم أصواتنا تزين بالقرآن الكريم والقرآن الكريم هو عبارة عن أحكام تجويدية قبل أن ننظر إلى الصوت وجمال الصوت لابد أن نعتني بأحكام التجويد كاملة من مخارج والصفات ووقف وابتداء فأنا لم أدون شيء لأنني وجدت أن بقراءتك تحتاج إلى ثقة أكثر تحتاج إلى أن تقرأ على شيخ متقن حاذق لعلم فن التجويد لكي يحسن لك المخارج والصفات فحروفك كثيرا جئت في المرقق فعلته مفخما والمفخم لم تأتي به صحيحا حروف الإخفاء كلها لم تكن من محلها إنما كانت هكذا عبارة عن هواء يخرج من الرئتين يعني مع فتح الفم من غير اعتماد اللسان على المخرج المحقق في الأداء فهذه نصيحة لك إن شاء الله تعالى أسأل لك التوفيق وتكون إن شاء الله بعد فترة من الذين يجتمع عليهم الناس ليأخذوا منك هذا العلم الطيب شكرا لك شيخ محمود العكاوي شيخ محمد مكي أحسن الله إليك أخي عبد الرحيم صوت جميل وديت أنك يعني خاصة أننا تركنا حرية الاختيار لك أن تتقن ما تقرأ قبل أن يعني المطلوب من كل قارئ أي قارئ سيقرأ القرآن أن يضبط أحكام التلاو قبل أن يدخل في علم المقام أو أن يقلب حتى لا يعني يفوت الخير الأساسي اللي هو أنا يجب أن أتعلم أحكام التجويد ثم يعني أدخل في العلم الآخر هو يعني كما قال عليه الصلاة والسلام زينوا القرآن بأصواتكم فالتزيين الأساسي في أحكام التجويد انتقلت أكثر من انتقال خاطئ يعني 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذلكف لكل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغن وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيا وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وبنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون صدق الله العظيم بارك الله لك وسيم في هذه القراءة الجميلة ومتعك الله بالصحة والعافية وإلى لجنة التحكيم الشيخ عبد الرشيد صوفي مرحباً بالأخ وسيم هذه قراءتك أيضاً وسيمة إن شاء الله جميلة فتح الله عليك وقد حاولت فيها أن تأتي بصوت جميل ولك كل التوفيق في ذلك وهناك لجنة أخرى فيما يتعلق بمسألة للأصوات فيما يتعلق في الأحكام يعني أنا حقيقة وقف وقفته جعلني شارد الذهن فيما بعد ربي إني مسني وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت يعني هذا لا شك أنك لم تقصد هذا المعنى ولكن في مقام التعليم لأن هذه حلقة ربما تذاع وكذا يعني صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدرب أصحابه على الخطبة فقام أحدهم يخطب والنبي صلى الله عليه وسلم يستمع إليه فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصه ما ووقف ثم قال فقد غوى فقال له انزل بئس الخطيب أنت هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقام التعليم ما قصد أن ينهره ولا كذا وإنما في مقام التعليم فالوقف له أهمية كبيرة جدا في معنى القراءة وفي تدبورها فإن شاء الله تنتبه فيما بعد هناك بعض الملاحظات الأخرى تتعلق بالغنن أنها ما كانت تخرج من الخيشون مثلها يعني الكلم فردا وأنت خير الراحمين أيضا عدم تمكين بعض الحروف المفخمة من تفخيمها لكن أهم الشيء الآن إن شاء الله تراعي فيه هي الوقف والابتداء بإذن الله فتح الله عليك يا وسيم بإذن الله شكرا لك شيخ عبد الرشيد صوفي شكرا لك أستاذ عاصم البني تعليقك شيخ وسيم ما شاء الله يعني صوت عذب سلس في حساسية عالية ويدخل القلب بسهولة ما شاء الله الآن أنت ابتدأت في البيات ثم عندما ذهبت إلى خصة ذنون قرأت في الصبع هذا جميل الدعاء يعني يكون في الصبع عندما رجعت إلى فاستجبنا له غيرت يجب أن تم تغيير مقام هنا لكي تميز أن في استجابة عرفت ولكن عندما أيضا ردت إلى ربي لا تذرني فردا عملتها عجم هذا شيء يعني طيب استجبنا كمان فاستجبنا له سويتها صبع هذه يعني شوي الأمور بدأت تدرسها أكثر شوي والتي أحصنت فرجها نقلت إلى النهوان شيء طيب وكملت القراءة الآن كثرت التغييرات المقامات خاصة في آخر جزء قرأته أربكتك قليلا يعني أربكت القراءة ويعني خففت قليلا من إمكانياتك فهذا كمان دير بالك عليه يعني أن تنتبه إلى مخترة صوتك ويعني تكون يعني تجعلها كلها في قراءتك بارك الله شكرا لك يا سيد عاصم شكرا لك يا سيد وسيم موفق إن شاء الله ومن لبنان إلى المغرب والقارئ محمد بنونا أهلا ومرحبا بك السلام محمد القارئ محمد من المغرب أنا ارت وشرفت والحمد لله على السلام اللهم يمون تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلو من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا اللذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله أذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحييتكم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما صدق الله العظيم ما شاء الله تبارك الله طيب الله نفاسك قارع محمد ونفع الله بك اسمع لي لجنة التحكيم الدكتور أحمد عيسى المعصراوي تفضل الأخ محمد بارك الله فيك محمد لكن قراءة الأزرق أو ورش طريق الأزرق كما قرأت تحتاج لشيء من التحقيق وانضبط شيئا ما حتى لا يكون هناك انفلات في الأداء يعني ما كان محمد عليه السلام بتقول ما كان المد الطبيعي ده شيء يعني أصبح شيء طبيعي في كثير من الكراء إنه ما يمطوا الحروف الطبيعية يزدوها عن وده شيء مش صح يعني فيما بتقولش فيما أولا فخمت الألف وزدت على في المد الطبيعي كذلك من قبل من قبل قلقلت الباء وثم اللام من قبل نعم من قبل لا قلقلت ولا أظهرت اللام وبعدين تقولت ويخشونة تخش من الشين على الواو اللينة ويخشونة مش ويخشونة كأن هنا في الشين تبع تبع جعلت في ألفا زائدة بين الشين وبين الواو ويخشونة غلط وعليمة تقولش عليمة عليمة كأنك أمزت الألف من الألف اللي هي المبدلة من التنوين عليمة وتعف على الهوى كده عليمة لما عليمة عليمة كأنها مهموزة شيخ ماشي وفتح الله عليك يا شيخ محمد يا بن نونة شكرا لك يا دكتور أحمد المصلاوي ننتقل لجنة التحكيم الصوتي يا شيخ بوهلول تعليقك على هذه التلاوة محمد من نونة ربي أفتح عليك ما شاء الله طيب صوت جميل عذب راقي كنت موفقا في التعبير الدلالي للكلمة حينما وقفت في قوله ولا يخشونه الله أتت جميل يعني بالقد كان حملت المعنى بالقد حملت المعنى والمبنى والآداء خلبي نتكلم ناحية صوتية قراءتك متقنة انتقالك سلس من المقام إلى المقام حتى في خروجك من المقام السيكة إلى الرسترطون تناقش فيها معك لكن لماذا قراءتك يا محمد خالية من التعبير الانفعالي يعني قرآن انفعال انفعال تفاعل مع الآيات طيب من ناحية الصوتية طيب لكن الانفعال الانفعال القرآن تنفعل معه خاصة ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله كده ولكن رسول الله التعبير الانفعالي كان خاليا نوعا تمام افهمني كويس تحيتهم يوم يلقونه سلام جدت كويسة مع سلام الأفلة خصت منك ان شاء الله ربي يفتح عليك ووفقك وبرك الله فيك ورحم الله من علمك اللهم أمين شامحان مكي في أقل من ذلك ان شاء الله الأمر الأول طبعا نحن يعني يجب أن نبين للمشاهدين الكرام أن القارئ لا يسمع صوته فهذه يعني تحسب له ما شاء الله في عنده حرفني في الأداء انتقال رائع ما شاء الله قفل قوي اللي هو ختام الآيات نعم طبعا مع ضبط يعني في بعض الأداء لكن عنده قفل قوي وهذا هذا الشيء أساسي في هذا الأمر لأمر الأخير إما أن يكون مقلدا متقنا وإما أن يكون صاحب حرفني كما تكلم صاحب شكرا لك شكرا لك شكرا لك سيد محمد شكرا لك شكرا لأعضاء لجنة التحكيم وشكرا لكم أنتم مشاهدين الكرام سمحتم لنا بفاصل ونعود إليكم مرحبا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى ومعنا هنا في جائزة كتارا لتلاوة القرآن الآن مع المتسابق الرابع معنا في هذه الحلقة من عمان عبد الله سليمان الفزاري أهلا ومرحبا بك شكرا لك يا مرحبا أهلا وسهلا أنا ارتا وشرفت يا حياك الباري موفق إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو يعجل الله للناس الشق واستعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما وأنت auto فلما بغيره فلما كشفنا عنه ضره ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر ماسه كذلك زئين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا قال الذين لا يرجون لقاء نأت بقرآن غير هذا أو بدل قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم لقضي بينهم فيما فيه يختنفوهون صدق الله العظيم ما شاء الله تبارك الله من سلطنة عمان عبدالله الفزاري شكر لك على هذه التلاوة وننتقل إلى لجنة التحكيم شيخ محمود العكاوي بسم الله الرحمن الرحيم الشيخ عبدالله تلا تلاوة فيها عذوبة في صوته وهناك المستمع له في بداية الأمر يركن إلى تلاوته بعد ذلك يريد أن يغير شيء من هذا الأداء لكي يبقى مستحوذ على صوته الطيب هذا فيما يتعلق بالصوت يعني تدخلت على اللجنة الأخرى مع ليش فيما يتعلق بأحكام التجويد أحكام التجويد حروف الإخفاء كلها عندك ضعيفة الإمام الجمزوري رحمه الله يقول والرابع الإخفاء عند الفاضلي حرف النون يكون عنده عند الحرف يعني تأخذ حرف النون إلى مخرج الحرف من دوني أنت تقول من هكذا من دوني حروف الاستعلاء حروف التفخيم حال وجود حرف الغنة لا يكون الغنة ملاسقة لحرف إنما أنت تخرج فقط هواء لذلك يقول النظم رحمه الله وفخم الغنة إن تلاها حروف الاستعلاء لا سواها أنت تقول من قبل نحن لا نسمح إخفاء حرف القاف هذا أمر مهم جدا كذلك المد الطبيعي لم تأتي به وكذلك الركون على الحرف الموقوف عليه تحدث له غنة الرحيم كذلك يرجون مجرمين لا الرحيم يرجون هكذا أما تضغط على الحرف لا تتكي عليه هذا يعتبر يعني من اللحن القفي في التلاوة فتح الله عليه واجتهد إن شاء الله في تحصيل هذا العلم لأن هذا العلم علم شريف تبذل له ويبذل له الغالي والنفيس لتحصيله إن شاء الله فتح الله عليك يا شيخ محمود العكاو ونتقل إلى لتنات التحكيم حسن شيخ محمد مكي تقبل الله قراءتك صوت جميل إن شاء الله عذب لكن أردت منك بهذا الصوت الجميل أن تحلق بنا يعني خاصة أن لديك صوتا يعني يجذب لكن يحتاج إلى ممارسة وإلى سماع إن شاء الله يعني حاول أن يعني تعمل بنصائح مشايخنا ثم بعد ذلك إن تمكنت ووجدت عندك القدرة على دخول في عالم القراء المتمكنين يعني اسمع 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 حتى إن شاء الله ترتقي في قراءات سيد عاصم بن كان أراك نعم هي ما شاء الله صوته يعني عبدالله عذب بس هو التلاوة كانت كلها تدور في مكان واحد نحن نحاول نعطيك بعض النصائح التي تستطيع أن تستفيد منها تباين وتنوع كبير في الآيات الآيات تتلو قصة والمقام نفسه واحد يدور في نفس المكان فهذا شيء طبعا لا يصلح الشغل الأخرى لإثراء المكتبة عليك بأنك تستمع إلى القراء بشكل كبير فتثري مكتبتك الصوتية الأمر يتم بكل بساطة أنك تستمع لقارئ ومن كثرة استماعك يخزن لدماغ عندك الجمل الذي يقولها مع المخارج مع الأحكام يخزنها سبحان الله مع كثرة الاستماع بعد فترة من الزمن تتفعل هذه المعلومات لتجعلك تستخدم هذه الحليات والمقامات وتركبها بشكل تلقائي طبعا بعد ما تكون لديك مكتبة صوتية كبيرة أما لطالما مثلا في مقام واحد صعب فلازم تستمع لكثير من القراء في مقامات كثيرة وتداوم على سماعها قارئ قارئ هكذا يعني صورة صورة مثلا أول شيء تدق واحفظها تماما بأحكامها بكل شيء شكرا لك أستاذ عاصم المرني شكرا لكم وشكرا لك أستاذ عبد الله موفقون إن شاء الله ومن سلطنة عمان إلى دولة قطر والقارئ أحمد عبد الله الباكر يا مرحبا القارئ أحمد حياك الله يا مرحبتي موفق إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني ميت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها أن لا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا ثريا يا أخت هارون ما كان أبوك ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه فقالوا كيف نكلم من كان في المهد صبي قالوا إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم بارك الله فيك القائل أحمد وسلام عليك وحفظك الله بحفظه ومع لجنة التحكيم شيخ عبد الرشيد صوفي تعقيبك على هذه التلاوة من القائل أحمد الباكر أحمد فتح الله عليك لا شك أن كل من سمعك انصح التعبير طبرا طريبة لصوتك طريبة لصوتك ولكن نكرر ونقول أن الصوت وتزيين الصوت بالقرآن كما هو شعار هذه المسابقة إنما يأتي بعد إحكام الأحكام فكانت هناك أحكام كثيرة طبعا مختلة أكثرها في الوقف والافتداء والوقف والافتداء له ميزة كبيرة جدا يعني علماء تجويد لما ذكروا الوقف المضطر الوقف الاضطراري مثل السيارة سان ماشي في طريقه اضطره شيء فيقف لكن لا يقف في وسط الطريق حتى لو كان مضطرا لابد أن ينحوه فكذلك لو اضطرك الأمر إلى أن تقف من قطاع نفس ونحوه يكون مكانا حسن يعني يا أخت هارون ما كان أبوك ما في داعي إلى الوقف أبدا إلا إن كانت المقصود هو التنغيمها هنا وهذا هو المحذور يعني نقلد الأصوات الطيبة وكذا ولكن نراعي الأحكام فهي أهم من كل شيء وفتح الله عليك ونتمنى إن شاء الله تعالى بعد أن تحكم الأحكام من تكون من المقرئين المجيدين بإذن الله شكرا الله عليك شكرا الله عليك أرغب تعقيبك على القارئ نعم دورك سيد أحمد بارك الله فيك وأحسن الله إليك قراءة طيبة طيبة جدا ولكن عندي ملاحظة في تناول مقام الكرد في منطقة الخليج تحديدا وهذه الرسالة أريدها أن تصل مقام الكرد مقام تعبيري قوي جدا 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 لكن أي مقام كغيره من المقامات الصوتية له بداية ووسط وجواب 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 لماذا نقول فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جزع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا ونعود كمان فوق وننزل عليك أن تخرج منطقة الوسط فنادها من من تحتها أن لا تحزني قالت لماذا لا أخذ منطقة الوسط لماذا؟ قرار جواب قرار جواب كل التلاوة كانت قرار جواب صوت جميل ربي أفتح عليك حاسب على هذه الأمور ويليت تجلس عند مثلا شخص متخصص في هذه الأمور يوصي لك ببعض هذه الأمور ولكن ما شاء الله لك عندك الأساس عندك الأساس عندك صوتك عزي صوتك عزي ربي أفتح عليك سيد عاصم الشيخ أحمد هي سورة مريم مليئة في الأحداث والمواقف الكثيرة والعظيمة فاقتصارك على فقط مقام الكرد مثل زميلك الذي سبقك الشيخ عبد الله نفس الملاحظات تقريبا يجب أن تثري مكتبتك السمعية في أن تسمع كثيرا من القراء في العديد من المقامات الأخرى غير الكرد وشغلة أخرى كمان يعني أيضا أثناء القراءة لاحظت في بعد خلل في نفس المقام نفسه كمان تقوية نفسك أسلام نفسه والمقام هذا بارك الله شكرا لك سيد عاصم وشكرا لأعضاء لجنة التحكيم وشكرا لك سيد أحمد جلباك موفق إن شاء الله شكرا لكم أعضاء لجنة التحكيم ونذكر بحديث النبي عليه الصلاة والسلام ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي أن يتغنى بالقرآن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حسن التلاوة وحسن الصوت وأن نتدبر هذا القرآن الكريم وشكرا لكم أنتم مشاقدين الكرام نراكم على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وأنصتوا لقمتوا 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 ل